اهلا بكم من جديد يتعرض سهم شركة تيسلا لموجة مستمرة من الهبوط منذ بداية العام الحالي ليتصدر قائمة الأسوأ أداءا في مؤشر ستاندرد أمبورز للأسهم الأمريكية المزيد من النقاش مع ضيفنا من عمان الأستاذ أحمد عزام المحلل لأسواق المال في مجموعة إيكوتي أستاذ أعزام تيسلا تواجه رياحا عنيفة معاكسة لماذا؟ مساء الخير أحمد شكرا للاستضافة نعم على ما أعتقد العديد من الأسباب والمسببات التي دفعت سهم تيسلا لتسجيل انخفاضات سعرية في الفترة الماضية بكل تأكيد رأس الهرم قد تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا وفي الاقتصادات الكبرى كنا قد لاحظنا في الفترة الماضية رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد في الولايات المتحدة الأمريكية وصولا إلى مستويات 5.4 إلى 5.5% مما دفع بكل تأكيد انخفاضات الطلب ليس فقط على السيارات الكهربائية بكل تأكيد أو على شركة تيسلا لا بل على جميع المنتجات عندما ننظر إلى انخفاض الطلب وطباطق الطلب طباطق طلب شكل كبير على ساهم تيسلا أو على شركة تيسلا تحديدا على سيارات تيسلا عندما ننظر إلى الطلب انخفاض في الولايات المتحدة الأمريكية وهو انخفاض محلي الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر هي الأكثر استخدامة للسيارات الكهربائية انخفاض كذلك الطلب الخارجي عندما نلاحظ الطلب الخارجي انخفاضات في الصين بكل تأكيد قد يكون مستمد الانخفاض الطلب من الصين جراء الأرقام الاقتصادية أيضا السلبية في الصين معطيات جميع بالنسبة للطلب الخارجي والطلب المحلي سجلت انخفاضات في الفترة الماضية عندما ننظر إلى المعطيات بشكل أعام أحمد ننظر إلى دعني أكتبس مقولة إلى المصد في شهر 12-2023 عندما ذكر بأن حتى السفينة الضخمة والسفينة العملاقة قد تواجه بعض المصاعب في البحار المضطربة عندما ذكر هذا التصريح إلى المصد كان يقصد بكل تأكيد أسعار الفوائد المرتفعة أسعار الفوائد المرتفعة تضغط بشكل كبير ليس فقط على النمو الاقتصادي تضغط بشكل كبير على الطلب كان يتوقع بكل تأكيد أن يكون هناك حتى بالforward guidance التوجيهات المستقبلية ذكر بأن إمكانية تراجع سعر السهم وتراجع النمو للسهم وربحية السهم قد تكون وادة وهذا ما لاحظناه في الربع الرابع والربع الثالث من عام 2023 قراءات أقل من المتوقع لربحية تسلا مما دفع كل المعطيات بشكل كبير سواء كانت من المعطيات الكبيرة الهرم إلى الأقل إلى دفع سهم تسلا لتسجيل عن خطابة هذا ربما ما تفضلت به أستاذ أحمد يتوافق كثيرا مع ما قاله بنك جولمان ساكس في تقديراته لسهم تسلا هناك عاملان مهمان يؤثران على السهم عامل الإنتاج وعامل السوق فربما هذان عاملان سيستمران لفترة فبالتالي تزداد وتتعمق حسائر تسلا نعم أحمد بكل تأكيد عندما ننظر إلى المعطيات هي معطيات متواجدة لفترة زمنية قد تكون أطول جولمان ساكس عندما ذكر التصريح على ما أعتقد قد أخذ بالمسببات أن أسعار الفوائد المتفعة قد تمتد إلى فترة زمنية أطول مما تعتقد الأسواق اليوم كما ذكرت قبل قليل أحمد أنه اجتماع الفدرالي الأمريكي في مساء اليوم متوقع في تثبيت أسعار الفائدة لكن قد يكون هناك بعض الإشارات إلى تخفيض أسعار الفائدة في الفترة القادمة كل المعطيات المتواجدة مع أسعار الفائدة المرتفعة والضغط على النمو الاقتصادي الضغط قد يكون اتجاه الاقتصاد إلى الركود الاقتصادي في بلايات المتحدة الأمريكية تكون دافع على دافع ليس فقط على تسلا بل على أسواق الأسهم بشكل كامل عندما ننظر إلى الإنتاج نعم تسلا تواجه ضعف في الإنتاج في الفترة الماضية حتى مصنع شنجهاي قد تسجل بعض التراجعات 16% تقريبا على أساس سنوي وهنا من ناحية الإنتاج من ناحية الطلب انخفاضات في الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية بما يقارب 4% أو 6% على أساس سنوي عقوا عندما ننظر إلى المعطيات بشكل كامل فهي معطيات تعطي إشارات قد تكون سلبية ضغطة على المدى القصير دعني أقول هنا أحمد على المدى الطويل يوجد هناك بريق مشرق في تسلا هي المعطيات التي ذكرها إيلان ماسك على سبيل المثال قد ذكر بالأمس بأن إمكانية إيجاد موديل 2 على سبيل المثال هو يعتبر الأرخص تكلفة قد تكون إشارة لوصول تسلا إلى ما يحتاج المستهلك الأمريكي المستهلك الصيني المستهلك حول العالم هو أن تكون سيارة أقل تكلفة فإيجاد كلول قد تكون مع الأرخص تكلفة خاصة مع منافسة الشركات الصينية هنا أحمد عندما ننظر أيضا إلى معطيات أخرى ننظر إلى المعطيات بشكل عام أحمد المعطيات الاقتصادية هي دافع لانخفاضات قد تكون الطلب العالمي خاصة مع انخفاضات الإنفاق إنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال هو يعتبر الأقل في الفترة الماضية بكل تأكيد هنا جراء الفوائد المرتفعة يعني مع وجود توقعات ببيع حوالي مليوني وحدة سيارة في عام 2024 من تسلا إلا أن ربما الموديل الجديد هو ربما الأقل بيعا أقل قبولا في السوق وبالتالي أثر على المبيعات بشكل كبير هل يمكن إذن أن تغير تسلا من استراتيجيتها حتى تتفادى هذه الموقع؟ يعني في بعض التصريحات اللي ذكرها إلى المصد بأنهم يتجون إلى إيجاد سيارة أجراء أوتوماتيكية من ناحية أخرى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في الفترة القادمة وفيما ذكرت إيجاد بعض السيارات الأقل تكلفة سايبر ترينك على سبيل المثال كانت أحد السيارات التي سجلت بعض الخسائر بعض الأقوال قد ذكرت بأنها كانت تسجل خسارة عشر تلاف دولار على كل سيارة فبكل تأكيد إيجاد استراتيجية أخرى قد تكون هي منحنة تغيير أداء شركة تسلا في الفترة الماضية على جديد الذكر هنا أحمد هو ليس انخفاض الأول بالنسبة للسهم في عام 2021 نهاية عام 2024 كنا قد سجلنا انخفاضات من مستويات الأربعمائة دولار إلى ما يقارب مستويات المئة وخمسين دولار فانخفاضات كانت متتالية حتى عندما ننظر إلى المعطيات كقيمة سوقية بالنسبة لسهم تسلا كنت قد ذكرت قبل قليل أحمد بأنه 250 مليار كان قد فقدت القيمة السوقية بالنسبة لتسلا أود أن أذكر هنا فقد نقطة انخفاضات السهم سعر السهم هي التي تدفع انخفاضات القيمة السوقية 250 مليار سببها الانخفاض الذي حصل لسهم تسلا في الربع الحالي من ما يقارب مستويات المئة وثلاثين دولار إلى إغلاق الأمس عند مستويات المئة وسبعين هذه الانخفاضات ستين دولار هي عبارة عن ضرب سعر السهم مع عدد الأسهم متواجدة في الأسواق لذلك ظهر عندنا 250 مليار دولار انخفاضات القيمة السوقية لتسلا هذه الخسارة حدثت في فترة وغيزة ثلاثة أشهر فقط هل هذا يعني أن قيمة السهم ما زالت مقاومة بأعلى من قيماتها حتى الآن رغم هذه الخسارات أتفق أحمد دعنا نأخذ الأرقام بشكل متتالي عندما ننظر إلى الأرقام المتواجدة حاليا بالنسبة لتسلا هو عند سعر 170 دولار الـ PE ratio اللي هو معادل السعر للربحية عن 3.5% يعتبر أعلى مقارنة بشركات التنافسية في السيارات البهربائية من ناحية من ناحية أخرى الـ Forward Guidance أو الربحية المستقبلية متوقع أن يكون هنا 55 ضعف ربحي بالنسبة لسهم تسلا دليل واضح على الإيمان بقدرات تسلا في الفترة القادمة الإيمان بإيجاد نمو وطلب عالي في الفترة القادمة وهنا قد يكون بعض الشيء مقيم بأكبر من قيمة وقد يكون Overvalued عندما ننظر أيضا حتى للـ PEG اللي هو Price to Earning to Growth عندما يقارب 3.6% يعتبر أيضا رقم عالي جدا عندما ننظر إلى السعر مقارنة بالربحية مقارنة بالنمو 3.6% يعني نحن محتاجين ارتفاعات بشكل متتالي بالنسبة لسعر السهم لكي يكون أو حتى انخفاضات عفواً للسهم بشكل متتالي قد يتم تعديل هذه الأرقام فبالتالي جميع الأرقام قد تكون هي مستقبليا جيدة جدا بالنسبة لتسلا لذلك قد اعتبرها Overvalued على المدى القصية لكن على المضى القوي كما قد ذكرنا قبل قليل أحمد نحتاج تغيير الاستراتيجي لكن ما يحدث في تسلا الآن لا يؤثر أو لا يؤشر ربما على سلبيات كثيرة في صناعة السيارات الكهربائية في العالم التي ربما تخطو الآن خطواتها الأولى ما زالت نعم بكل تأكيد عندما ننظر إلى المستقبل في المستقبل المشرق بكل تأكيد للسيارات الكهربائية بكل تأكيد لكن أحمد قد يكون الطلب المنخفض كما ذكرت الفوائد المرتفعة بكل تأكيد أحمد لما حقا نتحدث الحديث جانبي عندما ننظر إلى الفوائد المرتفعة وبعض الأشخاص يكونوا بيأخذ قروض القروض عندما تكون مرتفعة قد يكون هناك عزوف عن مرحلة أخذ قروض مما قد يدفع إلى عدم دفع وعدم الطلب على السيارات فبكل تأكيد هي ليست فقط السيارات الكهربائية تعاني الفترة الماضية من عزوف أو خلينا أحكي من قلة الطلب أو تباطئ الطلب في الفترة الماضية جميع أنواع السيارات تسجل قلة في الطلب في الفترة الماضية لذلك قد تكون هناك إمكانية للدفع في الفترة القادمة المستقبل بكل تأكيد مشرق خاصة مع البحث عن إيجاد حلول بعيد عن الوقود الحفوري أشكرك جزيلا شكرا ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان الأسد أحمد عزام المحلل لأول أسواق المال في مجموعة إيكوتي شكرا جزيلا لوجودك معنا شكرا جزيلا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة